ثقافة عمة طريقك إلى عالم المعرفة والإبداع خمس أطعمة تعزز مناعتك في الشتاء تكثر الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزة في فصل الشتاء بشكل خاص ولتجنب الإصابة بمثل هذه الأمراض ينبغي المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق وغسل الأيدي بشكل متكرر وبنفس القدر من الأهمية ينبغي اتباع نظام غذائي متوازن البروكلي قالت خبيرة التغذية الألمانية جابرييل لغراف إن هذا النوع من الخضروات غني جدا بالفيتامينات حيث تغطي 100 جرام من البروكلي النيئ الاحتياجات اليومية لشخص بالغ من فيتامين سي بمقدار 100 ميلي جرام كما أن البروكلي يحتوي أيضا على بعض فيتامينات بي والحديد ومعادن أخرى مثل البوتاسيوم والكالسيوم والزينك البرتقال قالت اختصاصية التغذية الألمانية مارغريت مورلو إن البرتقال وعصير البرتقال يحتويان على كميات متطابقة تقريبا من فيتامين سي وضحة أن كوبا من 200 ميلي متر من عصير البرتقال يمكنه تغطية الاحتياجات اليومية من فيتامين سي غير أن غراف أكدت أنه لا يجب على المرء تناول العصير كل يوم والأفضل من ذلك هو التوازن والتنوع حيث يوجد فيتامين سي في الفلفل والبقدونس أيضا الثوم يحتوي الثوم على مواد منشطة حيوية وعلى الرغم من أن هذه المواد ليس لها طابع غذائي إلا أنها مفيدة للصحة ويعتبر الثوم مفيدا للدم والقلب والأوعية الدموية ومن المواد النشطة بيولوجيا في الثوم الأليسين التي لها تأثير مضاد على الجذور الحرة كما أنها تعمل على أن لا يصاب الغشاء الخلوي بأي أضرار التفاح يحتوي التفاح على البكتين وهو من الألياف القابلة للذوبان التي تعطي الشعور بالشبع وتعزز من عملية الهضم وتساعد هذه الألياف على تقوية مناعة الجسم ويحتوي التفاح على حوالي 21 ميلي جرام من فيتامين سي في كل مئة جرام ويحتوي أيضا على المعادن مثل البوتاسيوم التي لها دور محوري في أيض الأعصاب والعضلات اللوز يحتوي اللوز على دهون وفيتامينات ومعادن مفيدة كما أن اللوز غني أيضا بفيتامين بيتو وإي ويقوم فيتامين إي بحماية الجسم من الجذور الحرة ويحتوي كل مئة جرام من اللوز على 62 ميلي جرام من فيتامين إي ويلعب فيتامين بيتو دورا مهما في الوقاية من الأمراض وتلخص خبيرة التغذية الألمانية أنتيغال ما سبق بأن الجسم يحتاج إلى الكثير من فيتامين سي لتقوية مناعة الجسم وهذا يعني أنه ينبغي تناول ثلاث حصص من الخضروات وحصتين من الفواكه يوميا لأنها من أفضل المواد الغنية بفيتامين سي لتشجيعنا على العمل في القناة أكثر لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله ونشره عند أصدقائكم وأشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر